بين أدوات تمكين هذا التجمع هو إصدار عملة موحدة تمكينه من أهدافه بقصد لو أنا غلطان صلحيني هل لذلك تبعات أفهم أن هناك ربما ستكون تبعات إيجابية على الدول الشركة لكن ما هي تبعات ذلك منهم خارج البريكس هيتم إضافة دول أخرى سعي دول أخرى على الوجود في البريكس لخلق قوة اقتصادية قوة سياسية قوة اجتماعية مهيمنة يعني فلسطين في دخولها مثلا للدول البريكس وتقدمها قد يكون هذا في صالح الاقتصاد الفلسطيني قد يكون هذا في صالح خلق عملة للاقتصاد الفلسطيني قد يكون ذلك خلق يعني دولة معترف بيها عالميا كما هي معترف بيها هذا النقد الجديد هل يمكن أن يكون بديل للنقد الوطني؟ بالفعل بالفعل قد يكون بديل أو قد يكون بالإضافة إلى النقد المحب أقدر أن أنا أستخدم النقد المحلي أو العملة المحلية عشان المواطني يفهمنا أكثر؟ طيب هذا يحظى بقوة شرائية وهذا وكيف هذا بيسهل لي عملية التبادل التجاري؟ فكرة اليورو اليورو كانت بتحاول تزيح الدولار هي نفس الفكرة بالظبط أن أنا بخلق عملة جديدة لها هيمنة وقد تكون العملة دي عملة رقمية لأن احنا بنتكلم أن فيه تحديات ممكن تكون عملة رقمية مدعومة بالدهب والمعادم بس اليورو لما كان موجودة في الاتحاد الأوروبي في البداية كان فيه تعامل بالعملات الوطنية يعني قعدت الدول الأوروبية تحط العملتين بطحها لحد ما يتفهم السوق والناس المحلي والعالمي لحد ما أصبحت عملة في الاتحاد الأوروبي والسوق الاتحاد الأوروبي كله باليورو هل ده ممكن يحصل؟ ولا هيبقى العملات الوطنية كما هي؟ لأنه برضو الاتحاد الأوروبي كان بيجمعوا حاجات كتير وحيبقى فيه عملة فقط للتبادلات التجارية بالفعل هو حتبقى فيه عملة الجنيه المصري وعملة البراكس تبقى فيه الرابل الروسي والبراكس اليوان الصيني والبراكس كل الدول حتحتفظ بعملتها المحلية بالعكس عملتها المحلية حتزداد قوة حتزداد هيمنة حتزداد قيمة عادلة حتتقيم بقيمة اقتصادها وليست بقيمة واقتصادها يكوى أكثر يبقى أنا عندي جنيه المصري وعندي عملة البراكس إن شاء الله لما تتعامل بإذن الله نتمنى أنه ده ده بيدرس من 2006. فنتمنى أنه صدوره في أقرب وقت ممكن ولكن هيبقى عندي عملتي المحلية لأن عملتي المحلية هي قوتي مش هلغيها ولا يمكن ألغيها ولا يمكن كدولة أنها تفكر أنها تلغي عملتها وتلجأ لأي تكتل لأن احنا ما نعرفش المستقبل فين. نعرفش هنفضل هنا في التكتل ده ولا هنروح نشارك تكتل أقوى ولا لازم أنا عملتي وقوتي في مسحتي في عدد سكاني في اقتصادي في صناعتي في تعليمي في الخريجين. فإذن العملة هتفضل كما هي. لازم. في نقطة هنا كلين ما بنعرفهاش يعني لما بيسمع الشارع المصري والعربي يقول لأ اللي حاصل بالنسبة للجنيه أو للعملة ده تخفيض في العملة. فعايزين نعرف تخفيض في العملة ده هل هو سقوط اقتصادي أم هي نجاح اقتصادي؟ خلينا نقول إنه لو كانت العملة بيحصل فيها تخفيض هو مش تخفيض هو تحرير. تحرير يعني إيه؟ يعني أنا عملات التبادل بتاعتي هي الدولار عندي عجز في الدولار فبالتالي أنا عندي في مشكلة في الاقتصاد في التبادل التجاري وبالتالي عملتي بتتخفض لغاية ما تتوجد السيولة. وفي كل المراحل اللي حصل فيها تحرير لسعر الصرف أو خلينا نقول نسبة تخفيض وكانت كبيرة دي أثرت علينا إنه ما جلناش دولار. فين الدولار؟ طبعا. فين برنامج الخاص خاصة الاقتصادية اللي احنا ماشيينتي. وأثرت على السوق المحلي. وأثرت على ما خلقش دولار. يعني فكرة إني أخفض من عملتي هو ما خلقش دولار. ده ما يحصلش في البريكس. ده مش تشتغل على ده واتهمت من الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض عملتها وتعمل تخفيض عملتها. ليه؟ علشان تقدر تصدر منتجاتها.